الله يساعدهم و شلونهم الشباب أنا علي عامر و هيا قناتي رح نضرح بها المواضيع اللي تخص المواضع والأخطاء اللي تسرع عندنا و اللي لازم نتلافاها سواء اليوم هي حلقة تعرفية رح نتناول بها ستة أخطاء تسرع عندنا باللبس شوفوا الفيديو كل شخص بنا يحب يكشخ و يلبس و يطلع مرتب على اخر حبة حتى نوصل لها المرحلة لازم نعرف شين هي الأخطاء اللي جاني نسويها و نتلافاها بالمستقبل الخطأ الأول و اللي يصير لأغلب الشباب و أنا من الناس جين تأسويه أنه نلبس البنطلون للكتان و هي الأحذية الجلد الرسمية شباب هذا الشي يعتبر خطأ و راح تكون شكلك مرتب و خصوصا إذا كان البنطلون طويل و زيادة عن اللزوم و ليس طول اللي يتتاجه دائما حامل بهتبناطي تخصرهن و تخليهن على المقاس اللي ناسبك سواء كان طافر طريقة مرتبة أو شوية بيطول نلبس وياه الترانشوزي الأبيض أو الحذاء الرياضي نقدر نلبس وياه أيضا التوب سايدة سواء كان شامو أو جيد الخطأ الثاني إذا لبسنا قميص ميصر نلبس بادي أو تي شيرت جواه و خصوصا إذا خليني دقومتين مفتوحات راح يبين التشيرت أو البادي من خلال القميص و راح يبين شكلك مرتب و فوضوي حاول دائما تلبس الملابس الداخلية اللي تكون مخفية مدما جاين تشوفون بهذه الصورة راح يكون شكلك قميص أرتب و انت راح تكون الكاريزمواتك أفضل الخطأ الثالث تتخلي ربطة العنق طولها اكسير يعني يوصل للصرح أو تكون طويلة زيادة عن اللزوم بحيث تتعبر خط الخصر دائما تتخلي ربطة العنق اللي هي الرباط و هي حد الخصر حد الحزام صدقني راح يكون شكلك هنا هواي أرتب أما الخطأ الرابع اللي أكثر الناس توقع بيه وأكثر الشباب تسويه لبس الجواري البيضة صديقي باختصار شديد لعناقه بطريق والجواري ببيضة بطريق دائما حاول تبتعد عن لبس الجواري ببيضة يعني ما انت راموية اي لبسة من الملابس سيكون شكلها نشاز و مو حلو حاول دائما تلبس الجواري اللي تكون بلون بنطلونك بلون ملابسك أما الخطأ الخامس فالتلبس الملابس اللي تكون بها علامات و كتابات شبيرة هيج انت راح تكون مجرد دعاية لهذه الشركات العالمية و انت ملابسك معروف سعرها و مو ذي شعناقه اللي احنا رد نوصل لها دائما نحاول تلبس الملابس السادة او بها نقشات تكون خفيفة و راقي صديني كل شي بسيط راح يطيق عناقه اكثر لانه البساطة هي الطريقة الاكثر لعناقه اما الخطأ السادس والاخير اللي هو من نلبس ربطة حاول دائما تبتعد ان تلبس جفية اللي تكون بجيب السترة بلون الربطة دائما نحاول تنسكها بألوان السترة او بألوان القميص او بألوان النقشة مال الربطة ايش راح تكون لكاريز موادتك اعلى و راح يكون لبسك ارتب و مقبوليتك راح تكون افضل وبنهاة المقطع ماكوها تطلع من بطنما يعرف يلبس صحيح دائما خلوني نتعلم صور و من استحيق من انه نسئل هاي اللبسة صح او خطأ شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم